أحب أن أسمعه من غيري ولكن من قارئ يقرأه كما نزل متئدا مرتلا بلا عجل أجيد وقفه يجيد الابتدى محبرا إذا تلا مجودا تزيد من سماعه تعلما يروي الفؤاد صوته من الضمى لا من يلوك فمه الحروفا ويهدم الصفات والوقوفا والصوت قط لا يكون حسنا إن لم يكن تجويده قد حسنا فليس شأنه كما شأن الغنى إذ في اللحون يحصرون الاعتناء وليس معناه زوال النغم بحيث يخلو الصوت من ترنمي فلا تشبه مسموه التغني بما عليه يصدق التجني وحين قال المصطفى ذو الطهري أحب أن أسمعه من غيري كان الذي يسمعه أبي والأشعر وصهره علي أو ابن مسعود فنعم من سمع ومن تلا فنهجهم فلتتبع فليس كل قارئ يسمع له تفاوتت في القارئين المنزلة تفاوتت في القارئين المنزلة شكرا